بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا كل شعوب العالم نريد التفاهم مع كل من حولنا يا كل شعوب العالم نريد التعاون مع كل من حولنا يا كل شعوب العالم نريد حب الآخر والحفاظ عليه يا كل شعوب العالم نريد الصبر على حل مشاكلنا يا كل شعوب العالم نريد الانتماء والولاء لأوطاننا يا كل شعوب العالم نريد العمل الجاد في كل المجالات يا كل شعوب العالم نريد الانتماء لقياداتنا والتعاون معهم حتى نصل بهم ومعهم إلى رفع شأن الأوطان ونصر الأوطان يا كل شعوب العالم يا كل قيادات العالم نريد الانتماء والولاء إلى أوطاننا وشعوبنا يا كل قيادات العالم نريد السلام لا نريد الاختلافات يا كل قيادات العالم نريد العدالة لا نريد العنصرية يا كل قيادات العالم نريد فتح كل الأبواب في كل المجالات يا كل قيادات العالم حتى تعبر شعوبنا إلى التقدم في كل المجالات يا كل قيادات العالم لا نريد الاحتلال والظلم والعدوان يا كل قيادات العالم ونريد وحدة واحترام كل الأوطان في العالم يا كل قيادات العالم يا كل علماء الأديان في العالم جميع الأديان تريد إعمار الأرض وتقدم الشعوب والتعاون وحب الآخر جميع الأديان لا تريد الضمار جميع الأديان لا تريد الفشل جميع الأديان لا تريد الخراب جميع الأديان لا تريد الإرهاب يا كل علماء الأديان في العالم اظهروا علوم الأديان في الانتماء للحفاظ على الأوطان والشعوب والتعاون بينهم وحب الآخر والحفاظ عليه وأظهروا علوم الأديان للتقدم في كل المجالات ورفض الأديان لضمار الأوطان والشعوب والتفرق بينهم ورفض الأديان لإرهاب الناس ورفض الأديان لمن يرفض الحياة يا كل علماء العالم نريد منكم البحث الضقيق في العلم لإخراج كل ما هو مفيد للإنسان في الحياة والبعد كل البعد عن كل شيء يضمر الحياة نريد منكم البحث في زيادة الإنتاج في كل المجالات التي تساعد الإنسان في الحياة نريد منكم البحث في الحفاظ على المياه وإخراج مصادر جديدة لها يا كل رجال الأعمال والمستثمرين في العالم نريد منكم الاستثمار في كل شيء يساعد الإنسان على الحياة نريد منكم الاستثمار في المصامع كسيفة العمالة لزيادة الأيد العاملة وفتح أبواب العمل والدخل للناس في كل العالم حتى يعيش في هذه الحياة يا كل أب وكل أم في العالم نريد منكم زرع الانتماء والولاء في أولادكم في حب الوطن والحفاظ عليه في حب المجتمع في حب الآخر في حب الحياة كونوا لهم صورة صحيحة في التفاهم والتعاون وحب العلم والعمل حتى يكون لكم زرعا صحيحا في إعمار الأرض وحب الحياة يا كل شباب العالم أنتم بناة الحضارات أنتم الحياة لنا بكم نعيش أنتم الأمل بأن نستمر في هذه الحياة أنتم أرقلنا التي نمشي عليها أنتم أعيننا التي نرى بها النور في الحياة أنتم أزننا التي نسمع بها نريد الكثير منكم حتى نعيش نريد منكم العمل الجاد في كل المجالات والحفاظ عليه نريد منكم الحفاظ على أنفسكم والبعد كل البعد عن أي أحد يقودكم بالقول والفعل والعمل إلى الهلاك في التدمير والخراب حتى لا نضيع ويضيح كل بناء حفظوا علينا وحفظوا على أوطانكم وزيدوا إعمار أوطانكم واجعلوا التكنولوجيا علما لكم ولا تجعلوها تضييع لأوقاتكم الأمل فيكم كبير وحبنا لكم كثير نريد منكم عمل المستحيل من أجلنا ومن أجل أجيال تأتي من بعدكم كونوا لهم ضياء يا كل رجال التعليم في العالم أنتم القدوى لأولادنا علموهم حب الوطن والانتماء والولاء له حب الآخر والحفاظ عليه احترام الكبير وحب الصغير التفاهم والتعاون مع الجميع الهدوء وعدم التصرح في أخذ القرار البعد عن الألعاب النارية حتى لا تزعج المجتمع من حولك يا كل أصحاب الرأي والفكر في العالم نريد منكم الرأي والفكر في وحدة الأوطان والشعوب والحفاظ عليها من التفرقة وانتماءهم ورفع شأن شعوبهم يا كل إعلامي في العالم موهوب تنقل الخبر الصحيح دون رسوب وتحفظ وطنك من الهبوط وتعالج مشكله بحكمة وهدوء أنت حق إعلامي موهوب لك الخلود يا كل رياضي في العالم أنت حمامة سلام في العالم تنقل الحب والسلام للعالم تكون إشعاع نور لوطنك في العالم يا كل أعضاء مجالس الشعوب في العالم لا تخزلوا شعوبكم ولا تظلموا قيادتكم اعملوا اعملوا من أجل رفع شأن شعبكم المستحيل بالتفاهم والتعاون والكلام الجميل وأسرار وأسرار أوطانكم خط أحمر تكون فبير يا كل رجال العدالة في العالم أنتم ميزان الحياة لنا بكم نكون في أمام مضمون لا نقلق من قاتل أو سارك أو أي خارج أو مصطول نرجو منكم البحث الضقيق في التحقيق وكل عامل شر وكل من عمل شر ارموهم في السجون ولا تجعلوا في السجون مظلوم يا كل جيوش العالم كونوا على مبدأ السلام وحافظوا على الأوطان في البر والبحر والجو وكل مكان ولا تحتلوا أي أوطان ولا تعتدوا إلا على من خان يا كل رجال الأمن في العالم أنتم صمام أمان لنا اجعلوا الأمن إسطورة في كل الأوطان اضربوا بأيد من حديد على كل خارج وجبان وعلى كل من روع الآمنين في كل مكان وحذروا الظلم لأي إنسان أنتو لنا مصدر الأمن والأمان يا كل فنانين العالم نريد منكم فن جميل يعلم شعوبنا كل جميل من أدب واحترام وهدوء ولهجة حلوة في التعبير إحنا تعبنا من لغير لهجتنا نريد منكم فن جميل مش جعير ومعير وإلي تزوء ومصطيل هو ديه يكون فن جميل يا كل مزارح في العالم احرص على مساعدة الإنسانية في حل فقوة الغذاء في العالم في زرع المحاصيل التي تساعد على ذلك أنت من هذه الإنس أنت من هذه الإنسانية فيجب عليك الحفاظ عليها يا كل صائق مركبة في العالم في البر وفي الجو وفي البحر تأكد من سلامة مركبتك قبل الخروج بها ولا تتعدى الخطوط المسموح لك بها هناك من هو في انتظارك أن تعود ونفس الحال مع من حولك في نفس الخطوط فعود لهم بسلام واجعل من حولك يعود يا كل من يعمل عمل في العالم أصلع عملك فهو لك صورة والصورة في العمل الصحيح منصورة وإذا أفسدت العمل فهذا أصلك وأنت وأنت تصلح لهذا العمل وأنت في هذا العمل للأسف صورة نريدك إنسان جد في عملك ويكون لك أصل لا نريد أن تكون صورة يا كل من وقع في طريق الانحراف في العالم عود من هذا الطريق فأنت كنت غير منحرف لا تدمر نفسك ولا تدمر من حولك بهذه الشهوات التي تسيطر عليك وتسلب إرادتك وتجعلك بلا إرادة وهذا لا يليق بك أنت إنسان لك إرادة عود إلى الطريق الصحيح ولا تورت نفسك أكثر من ذلك وكن إنسانا صحيحا يا كل شعوب العالم نريد عالم جديد بلا تخريب لا أحد يظلم أحد لا أحد يخون أحد لا أحد يصرق أحد لا أحد يقتل أحد لا أحد ينتقم من أحد نريد عالم جديد يا كل أطفال العالم إلعبوا وفرحوا في عالم كبير يسع الكبير والصغير وحبوا كل من حولكم الحب والتفاهم والتعاون هو دوركم إن شاء الله إن شاء الله رب العرش العظيم ورب كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيكم المواطن العربي المصري محمد محمد سليمان طاحون في يوم الأحد تلاتاشر تسعة الفين وخمستاشر الساعة تمانية مساء رقم التليفون زير مية اتنين وعشرين تلاتة ستة واحد تسعة تلاتة خمسة اتنين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام بالمحبة الدنيا تحية ليه يكونوا ناس في نحية وناس في نحية مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم من حياة والسلام الحياة والسلام يا سلام يا سلام يا سلام